اشتركوا في القناة لفترة رئاسية جديدة وتمنيا لفخامته كل النجاح والتوفيق في مواصلة مسيرة العطاء وقيادة البلد الشقيق لمزيد من التطور والازدهار والنماء وأشاد سمو ولي العهد في برقيته بمتانة العلاقات الطيبة الراسخة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والسعادة ويحقق لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ما يصب إليه من رخاء وازدهار